أقاويل وتكهنات وتقارير كثيرة جعلت من مثلث برمودة مثلثنا للألغازي. مثلث برمودة المعروف أيضا باسم مثلث الشيطاني هي منطقة جغرافية على شكل مثلث متساوي الأضلع نحو 1500 كم في كل بلع ومساحته حوالي مليون كم تربيع يقع في المحيط الأطلسي بين برمودة وبورتوريكو وفورت لودرديل فلوريدا ويعتر شقيق مثلث التنيني. هي منطقة شهيرة بسبب عدة مقالات وأبحاث نشرها مؤلفون في منتصف القرن العشرين تتحدث عن مخاطر مزعومة في المنطقة. ولكن إحصاءات خفر السواحل للولايات المتحدة لا تشير إلى حدوث كبير لحالة اختفاء سفن وطائرات في هذه المنطقة أكثر من مناطق أخرى. العديد من الوثائقيات أكدت مؤخرا زيف الكثير ممن قيل عنه وكذلك تراجع العديد من التقارير بحجة نشرها لأحداث بصورة خاطئة كما أن العديد من الوكالت الرسمية اعترفت بأن عدد وطبيعة الاختفاءات في مثلث برمودة كانت تغيرها في باقي المحيط لا أكثر. إحدى النظريات العلمية المقترحة أن طبقة من فلج الميثاني التي تكاد تكسو كل قاعن البحر في منطقة برمودة تصبح غير مستقرة وبالتالي فإنها تنشئ حالة من عدم الاستقرار في البحر. هذا بالإضافة إلى أن خليط الميثاني والهواء يؤدي إلى حدوث انفجار الأمر الذي يجعل السفن والطائرات المارة بهذه المنطقة عرضة للغرق والاحتراق. وإحدى النظريات تؤكد أن السبب في ذلك إما أن أعمل التدمير المتعمد أو أخطاء بشرية أو أخطاء في البوصلة. وهناك نظريات أخرى كثيرة فحتى لآن لم يحل اللغز بعد. كثر الحديث عن هذا المثلث الذي اقترن اسمه بالرعب حتى أن البعض ذهب بتسميته مثلث الشيطان أنه مثلث برمودة. استمد اسمه من جزيرة برمودة الواقعة في الجزء الغربي من المحيط الأطلسي لمعرفة حجم هذا المثلث والمنطقة التي يغطيها يكفي أن نرسم خط مستقيم من جزيرة برمودة باتجاه ساحل فلوريدا ومنها نرسم خط باتجاه جزيرة بورتريكو ونعود بالخط إلى جزيرة برمودة. العلماء أكدوا أن الأخبار والقصص المنتشرة التي تقول بأن الطائرات تسقط عند مرورها فوق هذا المثلث أو أن السفن تغرق، ما هي لا شاعات قد انتشرت وأن الحوادث التي وقعت فوق المثلث قد وقعت في أماكن كثيرة أخرى من العالم، وأن بعض الكتاب ساعدوا في نشر هذا الصيت من باب الإثارة. ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر